اصدار ريميك رزن تيفل 2 صار قريب جداً وبهذه المناسبة قررت أسويلكم ملخص يجهزكم له من ناحية القصة والأحداث ولازم تشوفه لو حاب أنك تستمتع في التجربة الكاملة وقت الإصدار وأيضاً حتى لو أنك لعبة زال قديمة الملخص هذا بنشط ذاكرتك بسلوب قصصي جميل لا تنسون الدعم واللايك في الفيديو والاشتراك بالقناة والحين خلونا نبدأ مدينة في أمريكا تسمى بيراكون سيتي جزيرة نائية في وسط البحر تسمى بجزيرة روكفورت جزيرة راح تكون مدينة راكون ثانية اسمها جزيرة شينا لا تزال في أسئلة ما لها جواب عن الأحداث المختلفة اللي حصلت في هذه الأماكن والمعتقد أن المنظمة العالمية أمبريلا لها علاقة في الأحداث هذه منظمة أمبريلا متى تأسست؟ مين أسسها؟ وكيف تم اختراع التي فيروس؟ عشان نكشف عن الحقيقة لازم أحكي لكم عن أحداث مهمة صارت قبل حادثة القصر قصتنا تبدأ مع البطلة ريبيكا وهي أحد أفراد فرقة ستارز وكانت فيها الكوبتر مع باقي أعضاء فرقتها في غابة راكون متجهين إلى مكان حصلت فيه جرائم قتل بشعة وأول ما وصلوا لقوا جثث ناس ميتة وريبيكا لقيت ورقة فيها صورة سجيل مطلوب ومعلوماتها اسمها بيلي كوين ومحكم عليه بالعدام وكان يقولونه إلى مكان العدام بعدها أمر قائد فرقة ستارز أنه من تشروني فتشون عنه وهنا لقيت ريبيكا قطار واقف ودخلت فيه وداخل قطار شافت ريبيكا جثث ميتين وواحد منهم هجم عليها وقتلته وبعدها تسلل بيلي خلف ريبيكا وصواب المسدس عليها وعلى طول عرفتها ريبيكا وندتها باسمه واستغرب منها كيف تعرفه بعدين قالت له شافت صورته وأنه مطلوب العدالة وعرف بيلي أن ريبيكا من ضمن فرقة ستارز وحاول تهدده بس هو ما سمع كلامها وراح عنها بعدها قفص شخص من نافذة القطار للداخل وكان إدوارد أحد أفراد طاقة بستارز وقال لها لازم تكونين حذرة وأن الغابة مليانة وحوش وزومبيز وبعدها مات وبعدها سلمت ريبيكا رسالة راديو من أنريكو قائد فرقة ستارز وقالها بأنه لقى معلومات جديدة عن السجين بيلي كوين وأنه قتل 23 شخص وأيضا كافي مستشفى نفسي وأن عليها أن تنتبه منه لأن احتمال كبير يقتلها بعدها قابلت ريبيكا بيلي وقالها خلينا نتعاون مع بعض عشان نطلع من هذا المكان ورفضت ريبيكا لأنها ما تثق في مجرم وما تحتاج مساعدتها بعدها قال لها بيلي براحتك أنت روح يحاولي تنجيني بنفسك وأنا بجلس أنتظرك هنا وبعدها وصلت ريبيكا إلى مقطورة الأكل وهناك لقيت شخص ياكل والراسة مقطورة وبعدها طلعوا حشرات متوحشة من جسمها وتكونوا وصاروا زعيم وتقاتلت معاه ريبيكا والوحش كان بيقتلها لكن بيلي أنقذها وفي هذه اللحظة شافوا شخص واقف على الجبل من بعيد يغني وفجأة القطار بدأ يمشي وطلب بيلي من ريبيكا أنها تروح تستكشف المقطورة الأولى بعدين طلب منها مرة ثانية أنهم يتعاونون مع بعض وهنا وافقت ريبيكا بس على شرط أنها بتطلق النار عليه لو خانها ووافق بيلي وعطاها رصاصة المسدس وقال لها تكلمة لو لقيت أي شيء غريب بعدها ريبيكا توجهت المقطورة وهناك شافت أسلاك مقطوعة وصلحتها وفجأة هجم عليها وحش وفي نفس الأثناء بيلي يسمع صوت وحش فوق القطار وراح يستكشف الصوت وبعدها هجم وحش أقرب عملاق على بيلي وتحارب معاه وقتله وبعدها بدأ بيض الوحوش بالتفقيس وطلعت منها وحوش صغيرة انتشرت في القطار كلها وبعدها نشوف شخص مسلح يكلم أشخاص مجهولين عن طريق الراديو واللي عن طريق الراديو هم شخصين واحد لابس نظارات والثاني دكتور كل لازم أقولكم عننا الحين عن اللابس نظارات أنه اسمه ويسكر ويعتبر أكثر شخصية مهمة في سلسلة تفزنتيبر والحي دعونا نكمل دار حوار بين الشخصين بين ويسكر والدكتور اللي معاه والدكتور سأل ويسكر كيف أن الفيروس تي تسرب وكيف أيضا لوث البختبر في القصر والقطار مع أن يبدع لنا ثلاث أميال وهنا ويسكر رد عليه قال أن الموضوع هذا ما هو مهم حاليا وأهم شيء أن الكلام اللي صار لا ينتشر بره ولازم ندمر القطار بعدها هجم الوحوش على الجنود اللي في القطار وقتلوه ووصلوا ربيكا وبيلي إلى مقدمة القطار وهناك بيلي اكتشف أن القطار رح يرططم أو ينحرف عن مساره ولازم يوقفون القطار وقالتنا ربيكا أنه بتروح المقطورة الخلفية عشان تتحكم في لوحة تحكم للمكابح وطلبت من بيلي أنه يجلس هنا ويستخدم المكابح أول ما تعطيه الإشارة وهي بالطريق شافت ربيكا صديقها إدوارد متحول زومبي واضطرت أنها تقتله بعدها صلحت ربيكا لوحة تحكم للمكابح وطلبت بيلي أنه يستخدمه واستخدم بيلي ووقف القطار بعدها وصل المحطة وارتطم فيها بعدها تقابلوا ربيكا وبيلي وقرر أنهم يدورون على مخرج من هنا ووصلوا إلى مقر دراسة الأبحاث الخاص بأمبريلا بعدها شافت ربيكا صورة ضخمة معلقة في الجدار وفيها رجل قابلته في المطعم واللي كان رأسه المقطور وهنا بيلي قال لها أن هذا هو المدير العام الأول الدكتور جيمس ماركوس وفي نفس الوقت كان ويسكر والدكتور يرقبونهم ويسكر قال أن ربيكا عبارة عن عضو مستجد في فرقة ستارز وما قدر يتعرف على الرجل اللي معاها وفجأة طلع صوتي نادي من مكبرات الصوت يقول فيها أنه هو الدكتور ماركوس وقام يردد شعار المنظمة وفجأة تغييرت الشاشة عند ويسكر والدكتور طلع لهم شخص يدعي أنه ليسر بالتي فيروس واللي هو لوث أيضا المختبر في القصر والقطار وبعدها قال أن الدافع من اللي يسواه هو الانتقام من أمبريلا وقام يغني والحشرات تكونت قدامه على هيئة الدكتور ماركوس وبعدها وجه كلامه الويسكر وقال له أنه قبل عشر سنين أمبريلا قتل الدكتور ماركوس وانت ساعدته بعدها تفرقوا ربيكا وبيلي في القصر وقام يحلون الغاز متنوعة عشان يقدرون يهربون من المكان وفجأة هاجم عن ربيكا وحش ومسكة واضطر بيلي أنه يحارب الوحدة عشان ينقذها وقدرنا يقتله ويحرر ربيكا وبعدها كملوا استكشاف في المكان وربيكا وصلت غرفة تعذيب في نفس الوقت الشخص المجهول كان يراقبها ويقول في نفسه أنها جالسة تضيع وقتها وأنه استول على المكان كله بنفسه وما يحب المتطفلين في نفس الوقت فتح قفص كان فيه قرد زومبي وهاجم القرد عربكا وسقطت في حفرة وفي نفس الوقت دار حوار بين وسكر والدكتور وفيه الدكتور يقول بأن الشخص المجهول يمكن يكون سبب في تدمير منظمة أمبريلا ووسكر رد عليه بأنه يترك منظمة لأنه وصل لهدفه هو اكتمال T-Virus ورد عليه الدكتور بأنه يرفض أنه يترك أمبريلا لأنه ناوي يصنع G-Virus ووسكر قال له سو اللي تبي أنا عن نفسي بمشي مع خططه الأساسية وهي أني أستدرج فرقة ستارز إلى القصر عشان يكون فئران تجارب هناك بعدها رد عليه الدكتور بأنه لازم يقضي على الشخص المجهول وحسب ما يتذكر أنه في نظام تدمير ذاتي في القبو ورح يبحث عنه ويفعله عشان يدمر المكان كله وبالتالي يقتل الشخص المجهول وبعدها نرجع لربكا ونشوف أنها معلقة على حديدة وجاء بيلي يساعدها وشكرته وقال أنه جالسي في بعدها لها وبنفس الوقت جت رسالة راديو لربكا من قائدها أنريكو وسألها هل قدرت تعثر على بيلي كوين وهنا جاوبت ربكا بأنها ما لقتها لسه وراح أكمل البحث عنه بعدها طلبت ربكا أن تعرف الحقيقة من بيلي وهل فعلا يعتبر مجرم وقتل 23 شخص؟ هنا بيلي بدأ كقصته قبل سنة فرقتنا أرسلت إلى أفريقيا لتدخل في الحرب الأهلية وهناك مهمتنا كانت أننا نداهم مخبأ العدو في عمق الأدغال لكن المخبأ كان بعيد جدا من نقطة دخولنا إلى الأدغال واللي معانا بعضهم ماتوا من الحرب والبعض قتلوا من الأعداء وفي النهاية تبقى مننا أربعة وبعدين اكتشفنا أنه ما كان فيه أي مخبأ للأعداء من البداية لأن المعلومات اللي أعطونا إياها كانت غلط لكن قائدنا أمرنا بالهجوم على قرية أبرياء وسفك دماؤهم بعدين بيلي حاول أنه يطلب من قائد أنهم ما يقتلونهم لكنه ضربة وأمر جنود أنه يقتل أبرياء وهنا سألت ربكا هل فعلا أعدم أبرياء؟ ورد عليها ما يهم وقالت له الناس يحسبونك أنك قتلت ومتهموك أنك مجرم ورد عليها بأنه حاليا قدام خيارين أنه يسلم نفسه أو أنه يهرب وبعدها تفرقه وبيلي وصل الكنيسة وهناك تقاتل بيلي مع خفاش ضخم وقتله وبعدها لقى كتاب واكتشف فيه أن احتمال الشخص المجهول يكون ولد أو حفيذ الدكتور ماركس وبعدها عثر بيلي على قطار معلق واتصل بربيكا عشان يقولها ووصلت له ربيكا وهجم عليهم قرد زومبي وسقط بيلي مع القرد من على السور وبعدها أخذت ربيكا القطار المعلق وصعدت في مصعد وتوجهت لغرفة قابلت فيها قائدها أنريكو وسألها هل قابلت باقي أعضاء الفرقة وربيكا ردت أنها ما قابلت أحد بعدها قالها تيجي معاه للقصر هناك في معمل سري الأمبريلا ولازم يروحني دمرونا وسألتها ربيكا عن بيلي وقال لها بيلي المجرم وبعدها قدرت أنها تقنعه أنه يسبقها وهي بتدور على بيلي وبتلحقها ووافق أنريكو لكن لما أنريكو لف ظهره ومشى قالت ربيكا في نفسها أنها ما قابلته بعد كذا وكملت ربيكا الاستكشاف وهجم عليه وحش عملاق في غرفة وانحبست معاه واضطرت أنها تقاتله وقدرت ربيكا أنها تفوز عليه بعدها لقيت بيلي متعلق بصخرة وهجم عليه وحش من تحت الماء وانقذته ربيكا ووصلوا إلى مكان في هيكل عظمية متنوعة وبيلي قال هذول كانوا ضحايا الاختبارات اللي ينتج عن هاتي فيروس وبعدها هجم عليهم الوحش الكبير وقدروا يتغلبون عليه مرة ثانية وبعدها وصلت ربيكا إلى غرفة التحكم بالسد وافتحت طريق وتوجهوا فيه لغرفة لقوا فيه الشخص المجهول واللي تشكل على هيئة الدكتور ماركس وبدأ يحكي قصتها قبل عشر سنين كانه مشغول بتجاربة في الفتي فيروس هجم عليه واسكر مع الدكتور وقتلوه وبعدها حصلت حاجة غريبة بأن التيف فيروس يتلوث فيه الدكتور ماركس أخذ سنين عشان يصنع حياة جديدة في داخله وصنعت كائن جديد ويعتبر الملكة وهدفها أنها تندق من منظمة أمبريلا وتحرق العالم وبينما كان مشغول في التهديد تحول إلى وحش وتقاتل بلي وربيكا ضده وقدروا أن يقتلونا بعدها يقدروا يفتحون باب كبير باستخدام مفتاحين واستخدموا المصعد للصعود لكن فجأة هجمت عليهم الملكة وسمعوا نداء أنه تم تفعيل نظام التدمير الذاتي وبعدها تقاتل ربيكا وبيلي ضد الملكة وكان عندهم خمس دقائق فقط لأن نظام التدمير الذاتي كان شغال في وسط القتال اكتشفت ربيكا أن الملكة تضرها طاقة الشمس وبيلي قال لها أنها تحاول تفتح فتحة السجف وهو بجلس يحارب الملكة وبعدها قدرت ربيكا أنها تفتح فتحة السجف وتصلت نور الشمس على الملكة وتضررت منها وفي هذه الأثناء لقيت ربيكا مسدس ماغنوب وأعطتها لبيلي واللي سختم ضد الملكة وقال لها بيلي يا ملكتي تفضلي غذائك وقدر يكتر الملكة وسقطت تحت وفي نفس الوقت بدأ التدمير الذاتي والسارع وريبيكا وبيلي أنهم يهربون من المكان وقدروا يهربون وريبيكا شافت القصر من بعيد وقالت لبيلي أن رسميا بيلي كوين مات اليوم بعدها توجهت ربيكا للقصر ودح بيلي وقال لها شكرا ربيكا وبكذا تكون تهد قصة ربيكا أو رزنت ايبل زيرو وراح نكملها في ملخص قصة رزنت ايبل أعطوني مراكم في التعليقات ولا تنسون لعجبكم المقطع أنكم تنشرونه وتفجرونه لايكات وشتركوا في القناة ويعطيكم العافية كم معاكم في هذا الشيح